الإنسان مدني بطبهه ويحتاج لمجالسة الناس وحضور مناسباتهم وكم هي جميلة مجالسة أهل الخير والفضل في المساجد أو البيوت أو غيرها وإنما تجمل المجالس بمراعاة آدابها ومنها إلقاء السلام عند الحضور إليها وعند الانصراف منها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة وأن يجلس حيث ينتهي به المجلس فلا يزاحم الحاضرين ولا يؤذيهم قال جابر بن سمرة كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي وعلى الجالسين أن يوسعوا للداخل بأن يقترب بعضهم من بعض قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا أي إذا قيل لكم انهضوا للتوسعة للمقبلين أو إلى الخير فلا تتباطئوا ولا يفرق بين الجالسين فإن ذلك يؤذيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما ولا يقيم أحدا من مجلسه ليجلس مكانه فهذا اعتداء على حقه وفي الحديث لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا ومن جلس مجلسا ثم قام عنه ورجع فهو أحق به من غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به ويجب حفظ أسرار المجالس وما يدور فيها من حوارات قال النبي صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة ولا ينبغي أن يخلو المجلس من ذكر الله تعالى ففي الحديث ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون فيه الله عز وجل ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب وليحرص الجالسون على ذكر كثارة المجلس عند ختامه وهو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك